ويندوز قالت انه ويندوز 10 هو الاصدار الاخير من نظام تشغيل ويندوز هذا اللي قالته بعام 2015 تحديدا شركة مايكروسوف ولكن يبدو ان الشركة غيرت رأيها قبل فترة لا بأس فيها حيث اعلنت يوم الخميس تحديدا عن نسختها الجديدة من نظام تشغيل ويندوز اللي هو طبعا ويندوز 11 وفيما يلي اهم مميزات ويندوز 11 وكيف ممكن انك تحصل على نسختك ايضا منها تحديثات عندنا واجهة المستخدم رح يحتوي النظام الجديد على مرئيات اكثر نعومة كما قالت مايكروسوفت بما في ذلك رح يكون الزوايا الدائرية على التطبيقات وايضا الايكونات رح يكون في موجز مخصص للمعلومات مدعوم بالذكاء الاصطناعي بيضمن الطقس التقويم تقارير حركة المرور والاخبار وغيره في ايضا رح يكون قائمة ابدأ وزر بدء جديد موضوع في قائمة شريط المهام بتفتح القائمة نافذة في تطبيقات مثبتة مستندات تم فتحها مؤخرا وايضا شريط للبحث بالاضافة الى ذلك رح يكون في كتابة صوتية يمكنها تلقائيا وضع علامات الترقيم اتباع الاوامر الصوتية ولكن من غير المعلوم حتى الان اذا كانت رح تدعم اللغة العربية ام لا هاي الميزة موجودة بالماك بالاي او اس ممكن انكم اتوقع الكابسة هي اف ان بتضغطوا عليها مرتين وبصيروا فيكم اتلقنوا بالصوت تحكوا انتم الصوت وهو بيكتب الشيء اللي بتكون تكتبوها لكن لا يدعم اللغة العربية على الاي او اس او اجهزة الماك الحاسوب ولكن بلح نشوف اذا مايكروسوفت بتدعم اللغة العربية فهاي بيكون فعلا يعني ميزة كبيرة جدا تتسابق فيها على أبل متجر مايكروسوفت الجديد بحسب الشركة فإنه تم إعادة بناء المتجر لمايكروسوفت بشكل كامل مع الأخذ موضوع السرعة بعين الاعتبار وهو طبعا ميزة مهمة جدا لكن لعالة التغيير الأبرز هو إمكانية تنزيل التطبيقات أندرويد من متجر أمازون في النظام الجديد هذا الأمر رح يمكن المستخدمين من القدرة إلى الوصول إلى ألاف من تطبيقات أندرويد من خلال أجهزتهم بالرغم من ذلك فليس جميع طبعا التطبيقات رح تكون متاحة على المتجر بما فيها رح يكون تطبيق سناب شات مثلا أبل ميوزيك هدول كلهاتهم رح يكونوا متواجدين حسب شركة مايكروسوفت ولكن كيف ممكن تحصلوا على ويندوز 11 رح تكون النسخة الجديدة من ويندوز متاحة في الربع الأخير من العام الجاري أو الربع الأول من عام 2022 النسخة الجديدة رح تتوفر كترقية مجانية لأجهزة الكمبيوتر العاملة بنظام تشغيل ويندوز 10 واللي بتحمل طبعا المواصفات اللي بتجعلها مؤهلة للحصول على الترقية طبعا هذا الموضوع حتى تحدثنا عنه بفقرة الجايمينغ واللي طبعا رح تكون معنا بعد الفاصل اللي هو أدي ويندوز 11 رح يدعم الجايميرز نحن عنا علي جايمير هون فعلي شو رأيك هل متحمس لويندوز 11 أم راضي بويندوز 10؟ أنا الصراحة متحمس والله متحمس أبي أشوف شنو شنو نقدر أسوي مع الويندوز 11 خاصة في مجال الجايمينغ صراحة I can't wait جميل يعني تقريبا إن شاء الله بالربع الأخير من هذه السنة أو الربع الأول من عام 2022 رح ينزل ويندوز 11 طبعا ويندوز 10 كسر الدنيا وحكينا بهذا الموضوع عمل نقلي نوعية فعلا لكل مستخدمي الويندوز ولكن لنشوف إذا فعلا ويندوز 11 رح يتخطأ توقعات بس تحس التوقعات عالية جدا الآن بالنسبة لها يعني أنا عندي صراحة حين تعوّت على الويندوز 10 وعندي البلاتفور أحلى أو السوفتور للويندوز 10 أحلى من الـ iOS اللي مسوينا الـ Mac OS اللي مسوينا جميل فإذا ويندوز 11 أحسن من ويندوز 10 صراحة هيكون خارق للتوقعات تماما فنحنا بانتظار فنحنا بانتظار